موسيقى يا سائران أرض المدينة حرج على قبل الحزينة والحبل أغلى عند دفينة حرج على قبل الحزينة والحبل أغلى عند دفينة في سائران أرض المدينة موسيقى يا قاصداً قبرها إن كنت محتارا عرج على دارها والتسأل الدارا عرج على دار من عاشت معظمة تهدي وتقري جهات العرش أنوارا يا دار هلا كشفت الخبر مؤتلقاً نروي ثرى القابر عشق القلب مدرارا قد ضيعوا قابرها والقلب منثالم بل أوقدوا حقدهم في بابها نارا قد هش موض العلم صونة دمعاتها تجري سخينة يا سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة حرج على قبر الحزينة كم سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة عرج على أحمد واخشع بحضرته نبئه عن أمة لم تحفظ الزهرة قد عاجلوا باطماً يا سيدي ألمان من بعد ما عاجلوا في بعلها شراً نبئه عن صققها نبئه عن حرمين نبئه عن نعمة قد أبدلت كفراً نبئه واسأل رسول الله عن قمرين قد غيبته الليالي والنوى أدراء والليت قد خانوا عارينة فغروا رقات عين السكينة يا سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة حرج على قبر الحزينة والحبل أغلى عند الدينة والحبل أغلى عند الدينة حرج على قبر الحزينة والحبل أغلى عند الدينة يا سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة يا سائران أرض المدينة وفي ظلمها أسفاً قد أعلنوا بغضها مدي على ظلعك المكسور يمناكي مدي على ظلعك المكسور يمناكي وليسمع الكون كل الكون شكواكي وعاتب الدهرة كم يجفو على عجل وكرمينا وخصينا برحماكي ما زلت في منتهى الأحزان راجية الخير والبر والإيمان لقياكي أتيتي والكل جافوكي بلا سبب آزرت من شيد الإسلام مولاكي أتت علوج الورى تسعى إلى حرم قد خصه الله في تقديس مأواكي ليحرق الباب ظلماً ليحرق الباب ظلماً والعداء هجموا لم يرحموا في ربوع الدار نجواكي للدار حق أضاعوه بفعلتهم والله إن الجرح أضناكي فكنت بالهم والأحزان باكية أبكت يقيناً نساء الحي شجواكي وحسرتي في ظلوع عشت أندبها وحمرة جللت للحشر عيناكي وحسرتي في ظلوع عشت أندبها وحمرة جللت للحشر عيناكي السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله موسيقى 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 فاطمة الزهراء أم أبيها نعزيكم ونعزي صاحب الزمان يا حبيبة المصطفى يا فاطمة الزهراء يا حبيبة المصطفى يا أم أبيها بحق محمد وآلي محمد الريد الشفاعة من فاطمة وأبيها الريد الشفاعة من فاطمة وأبيها بحق مير المؤمنين عليها بحق مير المؤمنين تشفى كل مريض تشفى كل مريض يا الله بحق محمد وآلي محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام على حزن والحسين السلام على بفضل عبار السلام على الخديجة الكبرى نعز خديجة نعز خديجة معز خديجة بهذا المصاب بهذا المصاب الجلل بهذا المصاب الجلل يا فاطمة الزهراء اشبعي لنا عند الله بحق محمد وآله محمد احنا مرضى قال يمطيك العاش السر عليكم ويحفظكم وانبعيننا انه الموتانا بحق محمد وآلي محمد يغفر الوالدينا والد والدينا كل شئة امير المؤمنين كل شئة امير المؤمنين وعافينا وعافينا امسجاد وعائلتنا بحق محمد وآلي محمد الرئيس الشفاعة من امير المؤمنين من امير المؤمنين بحق امير المؤمنين نمطيكم العافية بحق محمد وآلي محمد يعني عندما نشاهد هذه النافتات وخطة عليها عبارات لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول يا مهجة قلبي الزهراء رسول الله يقول هكذا يا حبيبة قلبي يا حبيبة المصطفى الزهراء بضعة مني هذه أقوال رسول الله الرسول هذه الأقوال قالها بحق الزهراء وهي كثيرة وعلى رؤوس الأشهاد ولكن ماذا فعلوا بالزهراء مهجة قلب رسول الله التي يصفها الرسول صلى الله عليه وآله بمهجة قلبي ماذا فعلوا بالزهراء يا رسول الله عند اتصال أم سا من بغداد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام على كلامين الله نعزيكم نعزي أمه الإسلامية المصاب الزهرة ومع ولكم العزاء وال vidéجورنا وأجورنا المصاب الكبير الزهرة ملحسن والحسين السلام على أمير المؤمنين السلام على عد إملحسن بليل الحائرين السلام على فعل الفحور السلام على زوج البتول السلام على بن عمر رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين وعلى على ابن الحسين السلام الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى مطل العباق قمر العشيرة وعلى زينب الحوران عازيها بهذا اليوم المصاب مصاب ومهر نعم نعاديكم لأنه لكم العزاء زينب أم المصائب زينب أم المصائب الكبرى إشقد عمر زينب من فارقة أمها اربع سنوات اربع سنوات شو دخل واحد يصور طفلة عمرها اربع سنين وتتركها امها اي والله الله يعينه الله يساعدها الله يساعدها اي والله يا امه اريد على ولا يثمير المؤمنين يثبتنا على ولا يثمير المؤمنين يشافون كل مريض وحنا من بعده في رواية في رواية عائلة مسامة عائلة يصلك عمر وعافية من عمر على عمركم ينضار الى اكون الكاذي يصلكم عمر وعافية ويستر عليكم على عوائدكم على هذه القناة اليوم يشوفون امام الزورة حتى لا نحصل احنا الظاهرين واحنا بمكان لا يصلكم عمر وعافية يستر عليكم على عوائدكم مع السلام اليوم في رواية عمر وعافية في رواية انه امير المؤمنين عندما دفن الزهراء ليلا وسرا دفنها وعفر قبرها في رواية انه الزهراء كلمت امير المؤمنين وقالت له ادرك زينب او ادرك الحسن والحسين وزينب لان بقوا بالدار الوحدهم يعني لما اطفال يفقدون امهم ابهيش عمر مصيبة يعني مصيبة الزهراء ومصيبة الزينب وما مر على زينب وما مر على الحسنان شيء كبير لا يمكن ان يتصوره الانسان عند اتصال اخر ام اه 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 علم الله حجور الله حجور الله علم الله حجور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا الناس توجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه لعند الله اشفع لنا عجل الله نات علي المظهر العزل اتجد معون لك في النواب كل هم وغم سيجلي بعظمتك يا الله بدموتك يا محمد وولايتك يا علي اللهم بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستوجع فيها اللهم عجل لوليك الفرج اللهم شافي وعافي كل مريض اللهم اكبر حاسس كل محتاج استاذ احمد نسألكم الدعاء والزيارة وقعتي باسم الطفل عبد الله للشطاء من مرض السكر والطفل عباس ابن كاظم وان شاء الله قضاء حوائجكم وشطاء مرضاكم يوفقكم ويعطبكم بعد فاطمة الزهراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي لا نستغرب عندما ذكرت هذه الرواية أنه الزهراء عندما أراد دفنها أمير المؤمنين تكلمت مع أمير المؤمنين وأوصده بالحسن والحسين وزينب لا نستغرب في روايات أخرى أنه الرأس الشريف للإمام الحسين عليه السلام عندما كان مرفوع على الرمح كان يتمتم بكلمات فعندما سئل الإمام زين العابدين عما كان يقول الرأس فقال رأس أبي الحسين يتل القرآن أو الحسين عليه السلام والد الحسين كان يرتل القرآن هذه الروايات موجودة كثيرة في هذا الحصوص فلا نستغرب عندما نقرأ هذه الروايات أو عندما تسمعون هذه الروايات ليس بالغريب على أهل البيت هم سفن نجاة وهم أوتاد هذه الأرض وهم الأئمة الذين جعلهم الله هدات لهذه الأمة بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهما إمة يهدون بأمرنا هم موكلون من الله تبارك وتعالى هم خلفاء الله تبارك وتعالى في هذه الأرض فلا نستغرب أبدا عندما نقرأ مثل هكذا الروايات عند اتصال آخر وجدان من الدوانية سلام عليكم مجدان أختنا عليكم السلام يا أمين الله يا أمين الله يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله الله صلى على محمد واله عظم الله إجورنا وإجوركم بمصابنا بالزهراء السلام عليك يا أمير المؤمن السلام عليك يا أبن حسن والحسين السلام عليك يا زوج البتول السلام عليكم معامل وسول السلام عليكم يا عسفوق الدين السلام علي فاطمة الزهد السال العالمين يا بلغيس علي ادرنا يا علي اللهم صلى على محمد وآلي محمد نادع علي المظهر العجاء فتدعون لك نواف كل هم وغم من شيء ينبسك يا علي اللهم صلى على محمد وآلي محمد اللهم معجد ونفرج يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا ابو الحسن يا علي ادنا حواء ادنا مرضى يا ابو الحسن اشتقل حواء ادنا وشافوا مرضى ادنا مرضى الشفاء ان شاء الله بحق فاطمة سلام الله يا نزل شدي اسمانا استاد احمد نعم خدمة تكون ام عبدالله بالشفاء نعم ام طيبة ام علي ام محمد بنان امان ابو علي نعم شكرا الله شافوا مرضىكم ومحمد وفرح شكرا 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 جزيلا طبعا اليوم هو 11 جماد جماد اول يعني يوم غد ان شاء الله راح تكون هي ليلة استشهاد الزهراء وهذه الرواية الثانية هناك ثلاث روايات رواية 45 يوم الى كانت 8 ربيع ثاني والرواية الثانية اللي هي هاي راح تكون يوم غد ليلة استشهاد الزهراء هاي الرواية الثانية اللي هي 75 يوما بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك الرواية الأخرى اللي هي يوم ثلاثة جماد آخر اللي تكون 90 يوما بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وكانت الزهراء أول أهل بيت النبي لحوقا بأبيها كما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل رحيله بأنها ستكون أول أهل بيته لحوقا به اتصال نور من واسط سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله نعجل ما من حب الصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجوه الشريط نعجل رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والعمة الأطهار عليهم السلام بأيام تشهد سيدتنا وولاتنا المكسورة الضلعها سيدك ومولاته الزهراء عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارتها في دنيا شفاعة في الآخر بحق محمد وعلي محمد السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا أمير المؤمنين السلام علي الشجرة النبوية والدوحة الهاجتية المريئة المثمرة بالنبوة المميقة بالإمامة السلام عليك وعلى ضجعي سآدم منوح على جاري كهود وخالح عليهم السلام السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا أمير المؤمنين وعلى الملائكة المحتقين بك والحاصين بخدرك الشريف سيدي يا مولاي يا وجيهم عند الله اشفى لنا عند الله إله رزقنا في القريب العالم زيارته وفدنا وشفاعة في الآخر بحق محمد وعلي محمد السلام على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام على سيدتي ومولاته المكسورة ورعيها المكسورة حقها سيدتي ومولاته سيدة قاطمة الزهراء عليه السلام ورحمة الله وبركاته اللهم عجل فرج إمام الجمال وتعني من الأنصار وأمانه اللهم قل حواجه محتاجين اللهم شكرا مريض إلهي ارحم والدي ورحمه حقيني ماذا كان حال الزهراء نتصور حال الزهراء في ذلك الموقف وهي تستذكر أبيها ماذا تقول الزهراء تقول رسول الله تنادي أبيها تناجي رسول الله تقول رسول الله تعالى واطفئ النار وسرع أحرق الدار رسول الله تعالى واطفئ النار وسرع أحرق الدار وبين الباب يا أبتي أرى في الصدر مسمار فبعد رحيلكم عنا رأينا الكفر قد غار فنعثل حامل حطبا وصهاك جناعار تمهل وقرأ التاريخ ترى للجوري أخبارا فسأل يا صاحب الوجداني لماذا الظلم قد سارى ترى الأخيار قد ظلموا وقاضي الحكم قد جارى ترى الأخيار قد ظلموا وقاضي الحكم قد جارى ما أدري ويسعر جمري كل ما فكري يذكر قبرك يحتار يا صبري حيرة أمري هاي بعذري ظل عجوب قلبي النار ما أدري ما أدري يسعر جمري كل ما فكري يذكر قبرك يحتار يا جبر الحبيب لتعاتب غريب يا جبر الحبيب من أشتم عطر ترابت يا شوقي منين أبديه سر الكون بنص قبرت والسر بصدر يخفيه مو بس أنا الأترقه وما وعد ربي امتاني كل أحبابك منتظر قبرك صرحا علي تانيت الأمر من الباري وبصدر العذاب يا ريت الصبر يطفي ناري والهم والمصار لو كان الأمر من قراري أبني لك قبار بدموع الحزن حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى حبة المشاهدين عند اتصال ومجاسم من البحرين سلام عليكم حياكم الله السلام عليك يا أمين الله عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الزهراء سلام الله عليها نعم أم جاسم الأخت أم جاسم من دولة البحرين الشقيقة دائما تتصل يعني في الأسبوع الماضي يعني أيضا كان عندها اتصال بس ما قدرنا نأخذها يعني كان أكو خلل بالاتصالات الآن أم جاسم تسمعيني قطع الاتصال أم جاسم سمعناك وإن شاء الله راح نزور نيابة عنك إذا قدرت تعاودين الاتصال مرة ثانية حياة شاء الله الأخت ليلى من الموصل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدي يا مملاي يا أبا الحزر السلام عليك وعلى أخيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك وعلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى ولديك الإمام الحسن وإمامنا الحضين السلام عليك وعلى ساعة المعصومين من قلدك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو اليدمي والأرامل السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين السلام عليكم سيدي يا ومأي علي القرمات وقد عزيزني في إصلاح في الوصول فيه ومعلك فاطعة الصلاة عليه الصلاة والسلام وعزي سيدي ومولو الإمام الحج عزيلا على فرج وجوده سيدي العسلم للعجيز والسلام عليكم سلام السلام عليكم سيدي وإسلام اميها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها حدد ما أحاظ به المذكو الله وقضينا لحوائز النطم والأمهرات يا الله السلام على الحسين وعلى الله الحسين وعلى حسين وعلى الحسين وعلى الحسين الحسين ذاهبали أجلنا من أنطارها وعواني وأشياء ومستجهبية بين står وراء الغيارة انشاء 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 عظم الله لك العجر يا مولاد. اليوم المعزة المعزة امير المؤمنين امير المؤمنين هو المعزة. اشد الناس كان حزنا على الزهراء في وفي ذلك اليوم في ذلك الموقف هو أمير المؤمنين ساعد الله قلبك يا أبا الحسن يا علي فضة تقول رأيت أمير المؤمنين وقد خارت قواه أبا الحسن علي هذا البطل الصنديد قال عباب خيبر تحدث التأريخ والروايات كثيرة عن بطولة أمير المؤمنين وعن شجاعته وعن قوته وكان يعد بألف ألف فارس أمير المؤمنين خارت قواه لا يستطيع حمل الزهراء لا يستطيع أن يفعل شيء حزنا على الزهراء فساعد الله قلب أمير المؤمنين وهو يرى الحسن والحسين ويرى زينة بسلام الله عليها بذلك الموقف عند اتصال؟ أم شوقي من كربلاء سلام عليكم أم شوقي سلام عليكم الله يساق السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله عظم الله أجرنا وأجركم بالتشهاد سيدة ومولاة باطمة الزهراء عليها السلام أم الحسن والحسين السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدي يا مولاي السلام عليك وعلى رسول الله السلام عليك وعلى خديجة السلام عليك وعلى أم البنين السلام عليك وعلى صاطمة الزهراء اللهم صلى على محمد وعلى محمد اللهم صلى على صاطمة وأبيها وبعلها وضنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك اللهم صلى على محمد وعلى محمد يا أبو الحسن يا علي يا وديها عند الله اشفع لنا عند الله يا وديها عند الله اشفع لنا عند الله وناد عليا مظهر العجائب تجدها عملا لك بالنواب اللهم وغم مصنین الجلي بولاكك يا علي يا علي يا علي كلنا مهمومين إن شاء الله يصيب به ونحبه محمد وعلى محمد وأزود رسالة عني وعن والدي والدي وعن صاحب الأطر والزمان وهديها للسيد على الاستسان والجيش والحشد والقوات الأمنية والشهداء وهديها الحضرة السوم وهديها الزوج والأخلادي والبنادي والخوات والأحبادي والديران والجميع من يسمع صوت وعندي أسماري لتسجنه مستاذ أحمد ويطيك الصحة إن شاء الله والعافية خادم أبوك الله يسلمك رحم الله والديك سيدة خبير سيدة خبير نعم إي والله وفق المهدي ومجاصم وهنت بسم حمد ومعلا ومناوال ومسسار ويطيك الصحة والعافية إن شاء الله ولكم والقناة الكربلة جميعاً إن شاء الله صحة وعافية شكراً إيكم ولا تمسانا بالدعاء سيدة أحمد أحمد إن شاء الله ننساكم من الدعاء وأنتم كذلك لا تمسانا بالدعاء عند سيد الشهداء أنا أسيتكم عندني مام الحسين والعطاء شكراً شكراً رحم الله والديك شكراً جزيلاً شكراً الأخ حمزة من كربلاء المقدسة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله أعظم الله أجورنا وأجوركم لنا ولكم الأجور سيدة سالعانمين أعظم الله أجورنا وأجوركم أحسنتم أحسنتم لنا ولكم الأجر السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا سيدي أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا أبا الحسن السلام عليك يا سيدي الوسيين السلام عليك يا رسول الله السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى بالفضل عباس خبر عشيرك اللهم عجل يوليك الفرد يا الله اللهم شافي وعافي كل مريم وقف حاجة كل محتاج يا وجينا عند الله شوى لنا عند الله اللهم رزقنا زيارته في الدنيا وشباعته في الآخرة اللهم صبتنا على ولاية أمير ومنين علي بن أبي طالب يا الله عن جاس ما ممكن نسجلها خادم لكم كرام كوفر ذهراء عباس حسين أم منهل وأبو منهل أم حسن وأبو حسن شكرا أستاذ الله تخرحوا عائبكم وإشاري مرضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شافاكم الله شكرا أم جاسم عودة الاتصال من البحرين من دولة البحرين الشقيقة سلام عليكم سلام عليكم من البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليك يا أمين الله سلام عليك يا أمين الله ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أجورنا وأجوركم أيها السيدة المظلومة أيها الله مظلومة أيها الله السيدة المظلومة وفعل المظلومة الزهراء أيضا فقدنا الاتصال لا أعلم إن كان هذا خارج إرادة الأخوة أكيد في الاتصالات يبدلون جهد كبير إن شاء الله يشكرون ولكن أحيانا الاتصالات خارج عن إرادتنا يعني من المصدر منه أم صادق من قضاء بلد سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله عظم الله أجورنا وإجوركم بالزهراء سلام الله بمصابنا بالزهراء سلام الله سلام عليك يا أمير المؤمنين سلام عليك يا أمين الله سلام على الزهراء سلام على أم أبيها ورحمة الله وبركاته سكرا آفيا تفجل أسماءنا والسياة للشفاء يعني خلي ندخل الأمير المؤمنين نسلم على أمير المؤمنين نقدم العزاء لبن حسن علي أمير المؤمنين اليوم معزى رسول الله هو معزى صاحب الزمان خلي نعزيهم اليوم أمير المؤمنين حقيقة يعني موقف شديد وعظيم وكبير على أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجور سيدي ومولا يعني هاي القطع من تقروها ويا يا حبة المشاهدين يا حبيبة المصطفى شكت قريبة بعد للرسول صلى الله هي ابنة الرسول وأقوال كثيرة للنبي محمد يصف حبه للزهراء ومكانة الزهراء عند الله أولا مكانة الزهراء الرسول يصف دائما مكانة الزهراء عند الله ومكانتها لدى أبيها لدى رسول الله مكانتها في الإسلام ويصف الحسن والحسين ولكن أطلب إن شاء الله قبل نهاية البرنامج الأخ المخرج الطيني دقيقتين حتى أنا موضوع مهم كون نتحدث به يعني هذا الأمة اللي خلفت رسول الله بابنته بأولاده أخذ اتصال اتصال عندي أبو علي من البصرة سلام عليكم السلام عليك السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله ناتي أنفذنا وفيكم بالضبط صاثم الزهراء ونعجي الإمام علي بن رطالب السلام عليك يا سيد يموت يا أبا الحسن يا علي بن رطالب ناتي علي المظهر العجائب تجد الحوض لك كل أمن وغم سينجي ليب سيدي يا علي يا عضو رشدات يا علي بن رسول الله يا أبو الغيادر غضاني يا رسولك يا سيد والأخ الملك بايل الليلة بايل الليلة يا سيد أخ الملك بايل الليلة باقي الحسن والحسين يا علي بن رضالي يا وجهن عند الله اشتركوا في القناة شكراً لك شكراً لك طلعاً فقط تساؤل من حق أي إنسان أن يثير هذا التساؤل اليوم أبو علي ذكرني قبل قليل وكل حالة إن شاء الله أنا وأنتم من ننسى هذا الشيء دائماً نصلي على محمد وآل محمد الأمة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الآن دائماً نردد اللهم بصلي على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد ولكن آل محمد ماذا فعل بآل محمد ماذا حصل لآل محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هؤلاء أهل بيتي هؤلاء أهل بيتي هؤلاء خاصتي هؤلاء أحب الناس إليه أخذ اتصال ممكن ممكن أم علي من بغداد سلام عليكم أم علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا سيدي يا مولا يا أمير المؤمنين يا أبا الحسنين علي أعظم الله جورنا وإذن أذكرهم بهذا المطاق الله جورنا وعجوركم الشهر فاطمة الزهراء البتون سيدة نساء العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها أمنيها وصر المستودع فيها بعدد ما أحاق بدي علمه سيدين ومولاي يا أمير المؤمنين أنا جورنيابساً عن سيدي ومولاي صاحب العطل والزمان صلوات الله عليه السادات والمواد سلام عليك يا سيدين مولاي يا أمير المؤمنين أنت المؤسسة يا سيدين أنت المؤسسة بهذا المطاق يا سيدي يا مولاي أنت يا عظيم الشأن يا سيدي يا مولاي ابن عم الرسول انجرح قلب الإسلام بهذا المطاق أكيد 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 أصاف للبكبد رسول الله فاتم المبيين سيد الممتلين الشفيعة أم المؤمنين فاتمة الزهراء البسول سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وآل بيت محمد اللهم ربي بحق هذا المقام الشريح وبحق هذا المقام الشريح وبحق وبحق آل بيت النبو ومؤذى النبو اللهم سمعين اللهم ربي عزل لي وليك الفرج اللهم عزل لي وليك الفرج يا الله يا الله يا الله اللهم ربي يجعلك كلمة الإسلامية العليا وكلمة الباطل هي السفنة يقولك يا إلهي اللهم ربي انصر الإسلام وأهلك شكرا يا أم علي اللهم ربي شكرا 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 الله علوية شكراً إليك شكراً إليك إذن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتلو الآية الكريمة الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورسول الله صلى الله عليه وآله يكرر هذه الآية وتذكر بعض الروايات أنه عندما يذهب إلى المسجد كان يمر على بيت فاطمة وعلي وينادي بهذا النداء إنما يريد الله بعد ما يسلم السلام عليكم يا أهل الدار السلام عليكم يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأيضاً يوسف فاطمة بضعة مني من أبغضها فقد أبغضني وأيضاً دائماً ما يذكر فاطمة بهجة قلبي دائماً يذكر فاطمة أم أبيها دائماً يذكر بالحسن والحسين في بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وآله تذكر أنه كان يضع الحسن على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر ويدخل إلى المسجد مرة تارة يقبل الحسن وتارة أخرى يقبل الحسين عليهم السلام حتى دخل إلى المسجد سألوه يا رسول الله أتحبهما إلى هذا الحد فقال بلى أحبهما وقد أحبهما وأحب الله من أحبهما هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يشير ويذكر بمنزلة أهل البيت وأحاديث كثيرة وآيات قرآنية كثيرة إذا أردنا أن نتطرق لها نحتاج إلى وقت كثير ولكن التسائل هنا أتسائل بعد كل هذا اللي المسلمين رأوهم الرسول الله وسمعوهم الرسول الله ماذا فعلوا بأهل بيت رسول الله بعد استشهاد النبي بفترة قليلة إن كانت الرواية الأولى هي الصادقة والأصدق والأقرب خمسة واربعون يوما ماذا فعلوا بالزهراء أحرقوا بيتها وضربوها وأسقطوا جنينها واقتادوا أمير المؤمنين مكبلا مرغما على البيعة وفعلوا ما فعلوا بالزهراء وماذا فعلوا بالحسن عليه السلام بعد أن سموا الإمام الحسن سموا الإمام الحسن ضرب حتى نعش الإمام الحسن بالسهام ومنعوا من أن يدفن الجثمان الطاهر في قرب جده رسول الله أو في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا فعلوا بالحسين هنا التساؤل كل هذه الوصايا وكل هذه الدلالات وكل هذه الإشارات هكذا يجازى أهل البيت آه كذا تجاز الزهراء سلام الله عليها نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أحبتي المشاهدين وإن شاء الله يأتي اليوم الذي نسمع فيه ذلك النداء نداء الإمام الحجة نداء الإمام القائم عجل الله تعالى فرج الشريف حينما ينادي بالثأر لمحمد وآل محمد إذن لم يبقى لنا الكثير أحبتي المشاهدين إلا أن نزور زيارة أمين الله أصالة عن نفسي ونعبة عن والدي وعن أخواني وعن أصدقائي وعن أقرباي وعن جيراني وعن كل من أوصاني بالدعاء والزيارة أتوجه إلى ذخري وذخيرتي وسندي ورجائي ومحتمدي أمير المؤمنين وأقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سننى نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أداك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجع النفس مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنتان بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مجغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم أن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا والام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة ولغاثة لمن استغاث بك موجودة ولعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهن الضماء لديك مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى مناية وغاية رجائفي منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اخفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واجغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحذ كلمة الباطل واجعلها السفلة أنك على كل شيء قدير وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أقدم شكري وتقديري إلى من كتب الأبيات التي قرأتها في بداية هذه الحلقة هذه الأبيات كانت للزهراء وكتبت آنية في لحظتها قبل البرنامج بساعة أو ساعتين للشاعر والأذيب الأستاذ عدنان البرشاوي إن شاء الله أجره على الزهراء له كل الشكر والتقدير حتى نلتقيكم حبتنا المشاهدين أنا وأنتم بكلمة واحدة وبنداء واحد نقول السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله أمين الله أمين الله ما هو ساق الكوثر هذا القيام وهو لله ساق المستقيم لا شراق المرتضى اشتركوا في القناة